بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عليات الهمم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و أهلا و مرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا نتناول في هذه الحلقة بإذن الله الحديث عن قيمة مهمة و طلوبة لكل فرد و في كل أسرة نتناول قيمة حل المشكلات و في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا في هذه الحلقة سعادة الدكتور عبدالعزيز الحسن المتخصص في الجريمة و المشكلات الأسرية أهلا و مرحبا بكم دكتور حياكم الله و الله يبرك فيك و نسأل الله سبحانه و تعالى أن تكون هذه الحلقة نافع لنا و لأخوة المشاهدين اللهم آمين كذلك نرحب بكم مشاهدين الكرام و بتواصلكم معنا دكتور في مطلع هذا اللقاء نتكلم اليوم عن قيمة حل المشكلات بداية لو نبدأ بالمفهوم ماذا نقصد بقيمة حل المشكلات الحمد لله و الصلاة والسلام على صلى الله سيدنا محمد و على آله و صحبه و من ولا إذا أخذنا تعريف للمشكلات أو مفهوم المشكلة فهناك تعريفات كثيرة لعلنا نذكر أحدها وهو يعتبر كموقف لا يكفي لحله خبرات سابقة و قد يكون يسبب نوعا من الضيق أو الحيرة أو التشتت للوصول إلى حل و هناك من التعريفات الكثيرة سواء في علم الاجتماع و في علم النفس أو من المهتمين باللغة و غيره في تعريف المشكلة و قد يكون من خلاصته أنه حدث أو موقف يجعل الإنسان يقع في حيرة و يبحث عن حلول نعم لن ننتقل إلى أهمية طرح هذا الموضوع و تناول هذا الموضوع يعني قد يسأل سائل لماذا الحديث عن هذه القيمة حل المشكلات و في الجانب الآخر نجد هناك حاجة عند خاصة أولياء الأمور على سبيل المثال تجد أن ابنه مثلا وصل للمرحلة الثانوية لكن لا يستطيع أن يحل المشكلات بسيطة نوعا ما فهنا يأتي الأهمية لماذا الحديث عن هذه القيمة و بيان أهميتها و سبل تعزيزها هو من المهم جدا أن يكون لكل إنسان آليات و استراتيجيات لمواجهة المواقف التي تحدث فجأة أو أنه يصادف أي مشكلة يقع فيها سواء كانت متعلقة به شخصيا أو متعلقة بالأسرة أو كمشاركة مجتمعية في حل مشكلة على مستوى المجتمع غالبا الأهمية لا تقتصر فقط على الأفراد هي مهمتها على الفرد و على الأسرة و على المجتمع و على جميع المؤسسات الحكومية و الأهلية في أن أي مشكلة ممكن أنها تقع لذلك الفرد إن لم يكن يملك الآلية لحلها سوف تتفاقم تلك المشكلات تبدأ يخلق جو من العديد من المشكلات بين الأفراد تنتقل إلى مجتمع أوسع و يصبح من الصعوبة حل تلك المشكلات لذلك الأهمية لا تكمن فقط في أننا نصل إلى الحل إنما أيضا تكمن في امتلاك الأدوات الخبرات القدرات الوسائل الطرق التي تساهم و تساعد أن نختار الحلول و اختيار الحل الأمثل نعم و من هنا أيضا دكتور أنتقل إلى نقطة مهمة وهي تطوير الأدوات تطوير المراحل التي من خلالها نصل إلى حل المشكلات لأن في بعض الأحوال مثلا يأتي الأسرة خلاص متعارف أن هذه المشكلة نحلها كما حلها الآباء و الأجداد قد يكون انتقال الخبرات السابقة يعني جيد في بعض الأحيان و لكن تنقل الخبرة كما هي لحل المشكلة القديمة بنفس أسلوب حل المشكلة الجديدة لا أعتقد ذلك مناسب و لكن قد تأخذ نسبة من القديم تسقط على الجديد غالبا اعتماد الأسر أو بعض الأسر على حل المشكلات بناء على القدوة الذي قام بحلها و يقول مثلا الشاب لو أخذنا كمثال الشاب الذي يتعرض إلى مشكلة و هو في سن المراهقة يرى ما هي الحلول التي قام بها والده أو قامت بها والدته لحل تلك المشكلات فيأخذ نفس الطريقة و يطبقها مع أن الزمن متغير و الأدوات متغيرة و أيضا ما يحاط به في مجتمعه من ثقافات و من وسائل و من تطور تقني و ثورة صناعية كل هذه تؤثر على آليات حل المشكلات فهنا يقع الكثير من الأباء في أنه لا يعود أبناه أو لا يربي الأبناء على حل المشكلات و لا عن الطرق و الوسائل هو يكتفي بطريق واحد نأخذ كمثال أي مشكلة في البيت الذي نفرض أنه في صراخ بين أفراد الأسرة نعم فالحل الوحيد عند الأب هو التهديد ممنوع الكلام و ممنوع الصراخ طيب هناك حلول أخرى قد يكون طريقة الأسلوب التي اعتادت عليها الأسرة في عملية الحوار فيما بينهم مبني على الصراخ قد يكون طريقة الكلام للأب حينما يوجه مبني على الصراخ و رفع الصوت قد تكون طريقة رد الأبناء على الأم أو البنات على الأم أيضا فيها صراخ إذن المشكلة لا تتوقف على الأب و على أسلوب الأب ربما لو استطاعت الأسرة أن تتفق أو تتعاون على حل هذه المشكلة لبدأت الآليات تختلف الابن يتوقف من جهته الأم الأب الزوجة الابنة كل منهم يتوقف عن هذه المشكلة حتى يبدعون تشاركون في عملية الحل هذا كمثال نعم بارك الله فيك دكتور أيضا الجانب الذي هو التأصيل الشرعي و القرآن و السنة علمنا كيف تكون تناول هذه القيمة كيف يكون الإنسان يتصرف في المشكلات لعلنا نتناول جانب القرآن الكريم و السنة النبوية كيف نظرت إلى المشكلات و كيف التعامل معها ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى كان معني بالإنسان بدرجة كبيرة و كيف يمكن أن يساعد هذا الإنسان في التأقلم مع الحياة التي يعيشها و التي الله سبحانه وتعالى أنزلها في الأرض للعبادة فإذا كان هناك أي مشكلات الله سبحانه وتعالى أرشد هذا الإنسان لطريقة حل المشكلات لعلنا نأخذ بعض الأمثلة على مستوى الأنبياء نعم يوسف عليه السلام حينما وقع في السجن و المشكلة التي مرت بدولة مصر في ذلك الزمن حينما الملك رأى رؤية نعم أن هناك سبع بقرات عجافة و بدت العلايات في تسلسلها ثم انتقلت هذه الرؤية إلى تفسيرها عند يوسف عليه السلام فقام بهذا التفسير ما يسمى بإدارة الأزمة و حل الأزمة هذه تعتبر مشكلة كبيرة على مستوى دولة مشكلة كبيرة تؤثر في الاقتصاد تؤثر في المجتمع و الاستقرار لذلك بدأ يوضح لهم أنهم سيجنون سبع سنوات من الخيرات و من البذور و من المزارع و من غيرها لذلك أوصاهم أن تكون تلك السبع السنوات هي تأخذ عملية اقتصاد و عملية صرف محدود و أيضا الاحتفاظ بجزء كبير والإدخار والاحتفاظ بجزء كبير لهذه السبع السنوات لأنه سيكون بعد ذلك سبع عجاف في أكل ما قدمتم لهم فهذه في إدارة الأزمة هي سبع سنوات يعني أرباط عشر سنة ما هي أرباط عشر يوم ولا أرباط عشر ساعة هذه الرؤية في تخطيط الأزمة و تخطيط الاقتصاد على مستوى مجتمع كامل هذه من الأمور التي الله سبحانه وتعالى ألهم بها النبي يوسف حتى يستطيع إدارة تلك المشكلة من خلال هذه الآلية فبدأوا في تطبيقها و فعلا خرجوا من هذه الأزمة أيضا من الهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ننتقل إلى الهدي النبوي دكتور أستوقف مع يوسف عليه السلام في هذه الحادثة أن حل المشكلة و حل الأزمة يعني يحتاج له تخطيط و دراسة و تمهيد و مراحل يمر في مراحل حتى يعني وصل إلى ما وصل إليه بعد هذه المدة أرباط عشر سنة دعم هذا من المرحل يعني قد يقول قائل دكتور أنه الآن أمامي مشكلة أبيحلها في يوم فبيحلها بسرعة حتى يعني ينتهي منها فما رأيك في ذلك لا هي أولا لا أعتقد أن المشكلة ستأتي فجأة في ثاني و تختفي في ثاني المشكلة قد يكون لها تبعات أسباب مقدمات قبل هذه المشكلة إلى أن حدثت مثل الذي يصاب بمرض هناك في أمور قبلها قد يكون أكل شيء غير صحيا قد يكون في موقف استجلب له المرض قد يكون تناول دواء غير مناسب كل هذه هي أسباب ولكن لا تحدث فجأة في ثاني و تختفي في ثاني لذلك التخطيط الذي قام به النبي يوسف عليه السلام في هذه الفترة بدأ أولا بدراسة هذه المشكلة كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة فبدأ في عملية التخطيط والتخطيط على مدى السنوي نسمي هذا التخطيط متوسط المدى انتقل إلى بعيد المدى و بدأت إدارة الأزمة من التوجيه للناس بأن يكون المسؤول عن هذا المكان يوجه الناس و يوجه المجتمع الموجود حوله بأنه قوموا بهذه الخطوات حتى تستطيعون تلافي المشكلات القادمة لذلك بدأوا في الاقتصاد مع أنه كانت لخيرات كثيرة جدا يعني وضع نسب معينة للمصروفات و نسب معينة للمدخرات حتى يصل إلى نسبة معينة يستطيع من خلالها أنه في السنوات القادمة يعني يستطيع أن يلبي حاجة المجتمع في ذلك لأنه سيواجه مشكلة صحيح هو الآن يعرف بما وضح الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية أنه سيكون هناك مشكلة بعد ذلك الرخاء فلو صرفت كل تلك الأموال و صرفت كل المدخلات في ساعات الرخاء و في سنوات الرخاء سيجدون مشكلة كبيرة و أزمة قد لا يكون من السهولة حلها فهذا كمنهج قرآني وضح بإدارة أزمة على مستوى كبير جدا و هذا يعني مما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم و هذا سبحان الله في بعض الأسر الدكتور اللي صار معاهم مثلا دائقة مالية أو أزمة مالية و وجدت ثمار هذه القيمة أنه من يتعرض لمشكلة هناك استراتيجية معينة أو آلية معينة حتى يعني لا يتذفاق من الأمر نحن نحث دائما أن الشباب في مقتبل الحياة الزوجية نقول احذر قدر الإمكان أن تبدأ حياتك الزوجية بديون و احذر أن تبدأ بالتزامات للناس لأنك ستواجه إشكالية كبيرة في عملية إدارة ميزانية الأسرة فلا يمنع أن يكون هناك تخطيط مالي و هذا هو الذي ننصح به كثير من المقبلين على الزواج أنه لا تبدأ في الزواج حتى تخطي تخطيطا ماليا إن خططت تخطيطا اجتماعيا ممتاز عديت نفسك في النضجة العقلي والاجتماعي و إدارة الأسرة ممتاز يبقى الجانب المالي لأنه عصب مهم للتحرك في الأمور الاقتصادية و المالية في الأسرة إن لم يكن لديك إدارة منذ وقت مبكر و لا أعرف ما الذي سيكون ستقع في مشكلة كبيرة حتى لا يصرف كل ما يملك في الزواج و مصاريف الزواج فقط والله أنا أعتقد لو يصرف كل ما لديه ربما سيعود كل منهم إلى أسرة حتى يصدقوا على الأزمة لا نريد يعني هما الآن اجتمعوا في بيت واحد لا نريد أن يكون المال و الأزمة المالية سببا للفرقة و كثير من الحالات التي نواجهها في مشكلات الأسرية أن نحدث الانفصال بسبب الاختلاف المالي قد تكون الزوجة معتادة على آلية صرف معين أو تلبية احتاجات معينة و تفاجأ بالزوج في بدايات الزواج أنه لا يستطيع أن يصل إلى متوسط ما وصلت إليه في الأسرة و لا يستطيع تلبية جميع طلباتها لذلك تواجه مشكلة أنه و الله أنا كنت في بيت أهلي معززة و مكرمة كانوا يلبوا لكل احتاجات أنت و الله ما تستطيع أنك حتى طلعنا مثلا مطعم نتغدأ و نتعشى يقول أنا و الله ما أستطيع أنا علي ديون كثيرة فتبدأ الآن المشكلات و الاختلافات فنقول الأفضل أن يكون هناك تخطيطا ماليا حتى لا تقع في مشكلة هذا هو الأفضل نعم بارك الله فيك نأتي إلى المنهج النبوي في التعامل مع المشكلات و في حل المشكلات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع حل المشكلات و تعامله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم بأبيه و أمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح القرآن الكريم و الاهتمام بالإنسان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو قلب الرحيم يهتم بالإنسان و يراعي الجانب الوجداني و الجانب العاطفي و الجانب الاقتصادي و الجانب الاجتماعي في كل ما يهم الإنسان لعلنا نأخذ مثال القصة الشهيرة ذلك الشاب الذي كان لديه مشكلة في تلبية الحاجة الجسدية حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا هنا مشكلة كبيرة تخرق قوانين شرعية وضد القيم المجتمعية وضد المثل الأخلاقية التي تتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية هو يريد خرق تلك الأنظمة ويستأذن من من؟ يستاذم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بارتكاب خطأ وقد يسبم مشكلة كبيرة من اختلاط الأنساب والزنا والكبائر حتى يصل إلى مشكلة أكبر من ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع هذه المشكلة بالردع المباشر تعامل معها بأولا لابد أن يقترب ذلك الشاب حتى يطمئن قال أدن مني وبدأ في التسلسل في القيمة الإنسانية التي تمثل للشاب مكان اجتماعي بدأ بالأم ثم الأخت ثم الخالة ثم العم ثم بدأ بذلك فقال هل ترضاه هل ترضاه فكان الشاب يقول لا والله والذي بعثك بالحق لا أرضاه قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم فحينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ودعا له وقال اللهم اشرح صدره وحصن فرجه يقول هذا الشاب في رواية أنني دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحب ما لدي الزنا وخرجت وأبغض ما لدي الزنا إذن هو الآن كان يعاني من مشكلة احتياج جسدي ولكن الطريقة كانت خاطئة وكان يريد أن يستاذن حتى لا يقع في العقوبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المفهوم وغير هذه القناعات وحل المشكلة بطريقة سهلة مبسطة أرضت هذا الشاب مع العلم أن الشاب وهذا في خصائص المراهقة قد يكون أقل فهما واستيعابا وتقبلا للحلول أكثر من الرجل الكبير أو الطفل الصغير الشاب لما يصل إلى مرحلة نقول 17 أو 18 أو إلى حتى 23 سنة تقبل الشاب لأي نقد أو أي توجيه صعب جدا لأنه يرى أنه لم يعود طفلا ويريد أن يكون رجلا فهو لم يعود طفلا ولكنه لم يصبح رجلا راشدا ما وصل إلى عمر نستطيع أن أقول والله يكتمل بنوط جدا دكتور فيه تعامل مع الشاب تحديدا وفيه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الآن في الحياة العملية في بعض الأسر يقول لك أنا لا أستطيع أن أتعامل مع ولدي في هذه المرحلة أو مع ابني وخصوصا إذا ارتكب مثلا فعل معين ويريد أن والدها يصحح هذا الفعل يقول لك ما يسمع عني ما يهتم بكلامنا كيف ممكن أن نوجه هذه الأسرة والله أنا قبل يومين أو ثلاثة كان في أحد الأصدقاء يذكر لي مثل هذا الموقف مع أحد الأبناء فقلت يا أخي الكريم أولا أولا وانا هذه نصيحة وجهة حتى للمشاهدين ومشاهدات يا إخوة يا أخوات إلجوا إلى الله أولا بالدعاء إلجوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أقوى السلاح لصلاح الأبناء هو الدعاء هذه كخطوة أولية وهي الأولى ثم الخطوة الثانية تبدأ بمعرفة لماذا هذا الشاب يقوم بهذه المشكلة أو بهذا الموقف إذن هذه الخطوة الثانية لابدنا أن نعرف أو نطلع على ما يسمى بخصائص النمو كثير من الآباء والأمهات يرون أن الأبناء يقومون بهذا العمل لأنه مراهق ما يسمع الكلام ما يخالف الأنظمة طيب عد يا أخي مرة أخرى وقرأ الكتب التي عملت عليها أبحاث ودراسات سواء على المجتمع العربي أو المجتمع الغربي يقولون والله هذه الخصائص هي موجودة في الشاب موجودة في الفتاة موجودة في البنت في هذا العمر سواء كان طفل أو شاب أو ناضج هذه الخصائص موجودة فيه إذن هذه ليست مشكلة فقط يريد من يفهمه ويتعامل معه كما يحب فهنا كثير من الأبناء لما يقوم بأي مشكلة الآباء مباشرة يبدأون في العقاب والردع مع أنه الأفضل أن يكون لدى الأب الخبرة والمعرفة والقراءة والاطلاع أنه والله هذا التحدي أو هذا العمل هو خاصية موجودة في هذا الابن أو هذا البنت فالأفضل أنه عامله بهذه الطريقة إما بالتشجيع أو بالكلام أو بالحوار أو بالأسلوب الهادي أو بالعبارة محفزة حتى طبقات الصوت أثناء الكلام مع المراهقين أو الشباب أو الفتيات لابد أن يكون فيه شيء من الأريحية من الهدوء ما يكون فيها حدة ما يكون فيها حدة لأنه الشاب يعني خاصة الذكور من الأولاد غالبا في سن المراهقة من 13 إلى 15 سنة يكون في مرحلة اضطراب عضلي عصبي هذه المرحلة تجعله متوترا دائما حتى أن المعلمين والمعلمات في المرحلة المتوسطة يواجهون الكثير من المشكلات في عملية المشاجرة وعملية الألفاظ وعملية التحرشات وغيرها هذا أمر ترى يعتبر طبيعي من عمليات إثبات الذات ومن عملية التعدى الآخرين أنه أنا موجود هنا لم يعض طفلا حتى يستسلم لأي أمر لكن لما يصل المرحلة الثانوية يتغير تماما يبدأ يفكر ويلديه القناعات ويبدأ يقول أن هذا صحيح وهذا خاطئ فمهم جدا للآباء والأمهات أن ينظرون إلى الخاصية للأبناء والبنات في مراحل النمو يتعاملون معه وفق الخاصية في برنامج أذكر لأحد الأخوة برنامج اسمه أفهموني حتى تعاملوني أو يعني بهذا الشكل فكان يطلب يعني افهموا الشاب افهموا الفتاة حتى تعاملونه بناء على عقليته نعم بارك الله فيكم نستاذنكم دكتور فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى مشاهدين الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل ولنترك أثرا ملموسا في الناس رضيا وتحرك الطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا تعطيل للواجبات وإخلال بالمسؤوليات وإهدار للأوقات والطاقات إنه الكسل شعار السلبية وبوابة العجز والتفريط صاحبه عالة بطال ممحوق البركة مهزوم الإرادة فلا عجب أن يكون من هدي الإسلام الاستعادة منها فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل قال ابن القيم رحمه الله والعجز والكسل قرينان وهما من أسباب الألم لأنهما يستلزمان فوات المحبوب فالعجز يستلزم عدم القدرة والكسل يستلزم عدم إرادته فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتبادها بإدراكه لو حصل وللوقوع في آفة الكسل أسباب ينبغي للعاقل تجنبها منها التسويف واعتياد تأجيل المهام والواجبات التواكل والاعتماد على الآخرين الشبع الدائم للبطن حب الراحة والخمول وإيثار البطالة السهر الطويل بالليل فهو يوجب الكسل بالنهار وللكسل آثار سلبية وخيمة منها ضياع الوقت وإهداره في غير فائدة الخمول عن العبادات والطاعات تقديم غير المهم على المهم عدم الاستعداد للالتزام بشيء والتهرب من كل عمل جدي كثرة النقد لكل عمل إيجابي تنصلا من المشاركة والعمل تخلف الأمة وتفشي الفقر والبطالة وانتشار الجرائم كالسرقة ولله در من قال الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم أهلا و مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا و نجدد الترحاب بضيفنا سعيد دكتور عبد العزيز أهل حسن حياكم الله دكتور ياك الله الله يباري فيه كنا نتحدث عن التأصيل الشرعي لهذه القيمة حل المشكلات و حقيقة يعني كما كنا نتحدث قبل الفاصل هناك يعني مظاهر عديدة يعني ممكن تحتاج إلى حلقات في بيان يعني أمثلة من الكتاب و السنة كيفية التعامل مع المشكلات و كيفية معالجتها ننتقل إلى الآن إلى المظاهر يعني مظاهر حل هذه المشكلات و نأخذ إلى يعني في عدة مظاهر و كيفية يعني التعامل معها مستمدين يعني من الكتاب و السنة المطهرة الأهل و الأسرة يعني هناك كيف يكون هذا حل المشكلات داخل الأسرة يعني هناك حقيقة يعني من يعني يعرف أن يتعامل و يحل المشكلات خارج الأسرة لكن داخل الأسرة يعني يكون الوضع مختلف دائما و الأسرة كما ذكرنا تعتبر من أهم المؤسسات التي تنشأ الفرد تنشأ إما صالح أو طالح و ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة فأبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي أن التوجه الأولي في عملية التربية و التوجيه لا يقتصر فقط على عملية التربية إلى الإيجابية إنما أيضا التربية من اللا يقع في السلبية التربية على حل المشكلات التربية على التعامل مع المواقف التربية في العبادات في السلوك في التعامل مع الناس في الأخلاق في الأكل في الشر في الملابس و الأحاديث كثيرة في هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم و كان يعالج الأخطاء و يعالج المشكلات التي تقع حتى فيها الأطفال يا غلام لما رأى يد الغلام تطيجه في الصحن قال يا غلام سم الله و كل بيمينك و كل مما يليك هنا رأى أن هناك مشكلة إذن قام بحلها مباشرة بأسلوب لطيف و بدأ بكلمة يا غلام و بدأ بالترتيب في حل المشكلة أن أبدأ بالبسملة و كل بيمينك و كل مما يليك هذا الترتيب و هذا التسلسل هو للأطفال أيضا كان نبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر يذكر في الحديث أنه خيركم نبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم الأهل وأنا خيركم الأهلي فكان نبي صلى الله عليه وسلم يساعد في حل المشكلات البسيطة المشكلة مثلا النظافة كان نبي يساعد فيها مشكلة تربية الاحتياجات كان يساعد فيها فهذه الأمور في حل المشكلات لا تقتصر فقط على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحل المشكلات في المجتمع المدني أو المكي لحل مشكلات الدولة وحل مشكلة المسلمين وحل مشكلة الكفار قريش إنما كان أيضا يقوم بحل مشكلة حتى الأطفال كانت الفتاة الصغيرة والأمة تمسك بيده وتدور به لديها مشكلة في الاحتياج العاطفي فتمسك بيده وتدور به في أطراف المدينة ما يفك يدها لأنه كان يرى أن من حل المشكلات في الجانب العاطفي أن لا يفك يدها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف حتى في المعارك التي تحتاج إلى القوة والشدة والحزم والتخطيط العسكري وأيضا التخطيط للمعركة وعملية الانتصار لأنه أنت الآن في مواجهة الموت في مواجهة حرب عدو عدو ليست مثلها حوار أو مبادلة كلام أو شيء لا حرب فيها استخدام أدوات حادة فيها قتل فيها كر وفر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أصحابه كان يرى من هو الذي يحتاج إلى المساندة يساعده من الذي لديه مشكلة في مثلا في حملة السيف أو في رقوب الفراس أو في النزال أو غيرها فكان يعاضد يساند النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة المشكلات أيضا علمهم كيف يمكن أن يتجاوزون المراحل وكان يستشيرهم صلى الله عليه وسلم في أين يكون الجيش قريبا من البير بعيدا من البير خلف الجبل كل هذه الأمور حتى من ضمنها الذي حدث في معركة أحد حينما وجه الرماء ألا ينزلوا من الجبل مهما حدث هنا الخطأ البسيط كان هناك خطأ بسيط فأصبح هناك أزمة أصبح هناك أزمة لم يقف الصحابة يتفرجون أو ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم بل قاموا أيضا بإدارة هذه الأزمة والحفاظ وحماية النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة صد ما كان يصل من المشركين إذن هذه المشكلات حتى على مستوى القصص التاريخية وما كان يحدث هذه الآليات وهذه الطرق لما نبدأ نبلغ فيها أبنائنا ونرشد فيها أبنائنا فأرى أنه من الأفضل أن نذكر لهم ما في السيرة النبوية من مشكلات وكيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر طيب هنا إذا كان هناك مشكلات مشابهة كيف يمكن أن نحلها هنا تبدأ الآليات التي تخضع للمجتمع مناسبة لللواح والأنظمة مناسبة لعادات والتقاريد وليس فقط أن نأخذ ثقافة من أي مكان ونقول أنها الأفضل والأصلح حتى نطبقها في مجتمعنا نعم بارك الله فيك دكتور في حل المشكلات على صعيد الأسرة قد يعني يسأل الأباء أنه لكل مرحلة عمرية لها طريقة في التعامل مع حل المشكلات كيف يراعي الأباء يعني الفئات العمرية ومن أي فئات عمرية يكون فيه هناك اختلاف يعني قد يكون مثلاً يعامل الصغير الطفل الصغير كما يعامل المراهق الكبير في حل مشكلة معينة فكيف يفرق ولي الأمر أو الأب في علاج هذه المشكلة خلينا نأخذ مشكلة العناد جميل نقول مشكلة العناد العناد موجود لدى الأطفال ذكور وعناد ولدى الكبار ولدى الشباب ولدى الكبار وحتى المتزوجين وحتى كبار السن موجودة هذا المشكلة العناد العناد لابدنا أن نعرف مصطلح العناد ماذا يعني العناد أن ترفض أمراً ربما يراها الشخص الآخر أنه صحيح أو يقبله وأنت لا تقبله العناد الأطفال في التعامل معهم العناد لابد أن نسألها أنفسنا أربعة أسئلة السؤال الأول ما هو نوع العناد ما هو نوعه هل هو العناد في الأكل في الشرب في النوم في العبادة في النظافة نوع العناد ما هو هل العناد هذا وهذا السؤال الثاني هل العناد مستمر يومياً كل يوم أم أنه والله في بعض أيام الأسبوع السؤال الثالث فترات العناد هل هي في فترات النهار أم في فترات الليل لأنها تختلف فترات النهار كما دل القرآن الكريم هي فترة نشاط وحركة وفترة الليل هي فترة سكون ونوم استرخاء إذن هل العناد هذا يحدث في النهار أم في الليل النقطة الرابعة هل العناد مرتبط بأشخاص آخرين أم هو في نفس الشخص يعاند على ذاته إذن هذه الأربعة الأسئلة مهمة جداً أن يعرفون الأهل كيف يمكن أن نصنف تلك الأربعة الأسئلة ونجيب عليها هذه نقطة النقطة الثانية في تعاملات العناد الأطفال يلجعون إلى أساليب من ضمنها عملية الصراخ عملية الهروب العبث بالأثاث المنزل العناد مثلاً البكاء البكاء نعم البكاء يعني بقدر الإمكان ما يسكت أبداً وكلما رفضوا يأتي في البكاء فهنا نقول لابد أولاً من الهدوء الصراخ مقابل الصراخ لن يحل المشكلة العناد مقابل العناد ما رح تنظف نفسك ما رح نعطيك مصروف ما رح تدروسك أو تأدي واجباتك ما رح نوديك مثلاً نزهة أو فسحة ما قمت مثلاً بأداء الصراب في وقتها أو توضات لن تذهب مع والدك إلى السوق يعني نربط هذه فعملية العناد صعب أننا نقول شخص كبير لو شخص ثالث ينظر إلى العناد بين الكبير والصغير سيبدأ يضحك ويبدأ يعني يقول والله ما يقع أن يكون هناك اختلاف بين الكبير والصغير لكن لما يعرف أن هذا أبو هذا ابنه يقول له ربما هذا من التربية لكن الأفضل والأصح أن في عمليات التعامل مع العناد مع الأطفال أن ننظر إلى نوعية العناد وأيضاً وقت العناد وهل هو مع ذاتي أو متى تكون فترات العناد ثم نبدأ في التعامل معه بناء على الخاصية طيب إذا كان شاب الشاب العناد الموجود لديه مبني على تفكير ومبني على أسباب ومبني على وممكن قناعة وممكن قناعة مقتنع بأمر معين والشاب والفتاة هو الآن لم يعد طفلاً حتى يتكل ويعتمد على الأهل بالنسبة كبيرة الآن بدأت اتكاله على نسبة الأهل يمكن عشرة في المئة عشرين في المئة ثلاثين في المئة ولكن سبعين في المئة على ذاته يقول أنا أستطيع أن أختار ملابسي أستطيع أن أختار أكلي وشربي أختار وقت نومي أختار سيارتي أختار المكان أختار أصحابي لماذا الأسرة ترفض أن يكون اختياري هذا هو الذي يعني يناسبهم فتبدأ الأسرة تدخل معه في عمليات المواجهة هنا يبدأ هو في العناد يقول للأسرة إذا عانتموني لم تعطينه هذا الشيء سوف أتأخر عن المنزل سوف أقوم ببعض العمل فالبعض منهم يبدأ يلجأ إلى التدخين يبدأ إلى التأخر لا ينتظم في المدرسة ويبدأ في بعض المشكلات الكبار الوضع مختلف طيب دكتور عند مرحلة الشباب إذا كان مثلا على سبيل المثال هذا الشاب مثلا يريد أن يصاحب شخص معين و الأسرة ترفض هذا الأمر أو ترفض هذا الشخص كيف للأسرة أن تقنعه بهذا الموضوع و كيف تحلل المشكلة أولا لابد أن يعرفون الشخص هذا من هو و من المشكلة التي تجعلهم يمنعون ابنهم أو ابنتهم عن أن يكون معه هذا الأمر الأول توضيح الأمر بالحقائق أفضل من الكلام الموجه خاصا للمراهقين و الله هذا الولد يقولون إنه و يقولون و يقولون و يقولون هذه ليست أدلة و ليست إثباتات فالأفضل و كنت في أحد البرامج بالأمس كنت أوجه الأخوة المشاركين و المشاركات على أنه إذا أردنا أن نختار رفقة جيدة لأبنائنا و بناتنا فأول خطوة نقوم بها عرفنا على أصحابك عرفين على صاحباتك وجه لهم دعوة يجونك لبيت الأولاد تسوي لهم عشا بسيط كذا و خفيف ولد مين الله يحفظك الوالد فين شغال كذا يبدأون الرفقة يبدأ الأبن أو البنت تخاف أنها تحضر فتاة قد يكون عليها ملاحظة و يبدأ الأبن يخاف أن يحضر شاب عليه ملاحظة فيختار الأصدقاء هنا الأصدقاء لما يرون الأب و كنت جارس مع أحد الأخوة من دولة الإمارات يقول أصدقاء ابني يقولون في المرة القادمة إذا ستأتي إلى النادي أحضر والدك معك كان الأبناء كان الأصدقاء الأبن يطلبون أن يحضر والده لأن الأب كان يرعب معهم و ينافس هذا الأمر هو من الأمور التي نحن نتكاسل فيها ما نريد أن نتعرف على أصدقاء أبنائنا يعني كمثال أحد أبنائي تعرف على صديق جديد فصادف أحد الأيام أنه كان هذا الصديق سيمر على ابني و يذهبون يعني في نزهة فلما يعني وجدته قلت السلام عليكم كيف حالك ممكن أتعرف عليك قال أنا والله أنا فلان ولد فلان قالت والله الأبن يعني يتشرف أن يكون صاحب و صديق له و إذا احتجتم أي شيء اعتبروني مثل والدكم الأبن يقول طوال الطريق هو يتحدث يقول والله أبوك والله يعني ما قلت شفنا أبي يتكلم معنا بشكل هذا أنا توقعته بيقول لي شلي جابك هنا واش تبغى من ولدي والله يا ليت الأبا زيكي فهذا كمثال لم أقوم بأي مجهود فقط أنني هذا الشاب رحبت به وعززت الثقة حتى يكون أيضا مساندا ومساعدا لابني ربما يقعون في مشكلة صحيح إن لم يكن هناك تفاوم فيما بين فاختيار الأصدقاء مهم جدا أننا نعرف منهم ما هي أسرهم هل لديهم مشكلات ما يمنعنا نزور المدرسة ونسأل والله ابني يعني أصدقاء فلان وفلان وفلان هل لديهم بعض المشكلات لأن المدارس وخاصة يعني يعملون في التوجيه الطلاب أو الإرشاد الطلابي لديهم بعض الخلفية وإدارة المدرسة والمعلمين لديهم خلفية عن بعض الطلاب يقولون هذا الطالب مشاغب هذا الطالب لديه مشاكل هذا الطالب لديه سلوكيات إذن أنت الآن تعرف من هو صديق ابنك هذه من أحد الطرق وحد الوسائل طيب قبل ما ننتقل للنقطة التي بعدها أريد أن نكمل في علاج موضوع يعني التعامل مع كبار السن وإذا حدثت مشكلة داخل الأسرة كيفية التعامل يعني قد يكون هناك حساسية في التعامل مع كبار السن في الأسرة إذا حصلت مشكلة معينة إذا مثلا قالهما قول ومثلا الأب أو البنت لديها قول آخر كيف يصير التعامل مع هذه المشكلة أولا كبار السن لا أعتقد أنهم بحاجة إلى من يقول والله يقدروني كبار السن بحاجة إلى الاحترام والتقدير مضى سنوات كثيرة من حياتي في خدمة تلك الأسرة خدم الأبناء والأحفاد وبدأ الآن بدأت الصحة تقيل وبدأ المجهود يقل وبدأ الضعف البصر وضعف السمع كل هذا الأمر يحتاج إلى من يرعاه الخبرات التي مرت بهذا الرجل أو هذه المرأة حتى وصل إلى هذا العمر كثير من الأبناء يتعال على تلك الخبرة كثير من البنات تتعال على تلك الخبرة تقول والله يا أمي كبيرة في سنها ما تفهم أبوي والله كبير ما يفهم لا والله بل هو أفهم وهو أعرف وهو أعلم بعد علم الله سبحانه وتعالى وهذه الخبرات التي مرت بها لا يمكن أن تذهب هباء بلا استفادة منها كيف يمكن تقدير القيمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بتقدير ذا الشيبة كان يوصي بتقدير كبار السن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالرعاية بالاهتمام بهم هنا نبدأ نتعامل بما أوصنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الآليات والطرق التي نتخذها للتعامل مع كبار السن احترام وتوقير الكبير نعم سواء كانوا كبارا عفوا كانوا رجالا أو نسان الرجال الكبار بحاجة إلى من يجلسهم مثلا في مكان مميز في المجلس يقدم يأخذ رأيه حتى لو كان الرأي غير مناسب من التقدير والإحترام خذ الرأي ثم بعد ذلك شوف ما هو المناسب وخذ الرأي المناسب أيضا المرأة الكبيرة وخاصة إذا كانت لا تستطيع الخروج أو لا تستطيع الذهاب إلى أماكن كثيرة هي بحاجة إلى من يتحدث معها أفضل ما يتم التحدث معه مع الكبار أخذ رأيهم نعم الحوار العادي المفتوح قد يكون مناسب يريح النفس ولكن أخذ الرأي ترى يعطي قيمة للكبار أنني ساهمت في حل المشكلة وأذكر قصص كثيرة جدا يعني من ضمنها قصص لأحد الأقارب كان يريد أن يرمم المنزل لديه منزل أربعة أدوار يريد أن يرمم نعم فقامت والدة الله يحفظها وأشارت عليه أن يقوم بهدم هذا المنزل وبنائه من جديد فعاد إليه مرة أخرى بعد أن هدم المنزل وقال والله كثير ممن استشرتهم قالوا نفس رأيك قال أهدم المنزل وقم ببنائه من جديد لأنك لن ترتاح في عملية الترميم وسوف تتعب كثيرا فهذه أمي لا تقرأ ولا تكتب حفظها الله و رعاها حفظها الله ولكنها أشارت بهذا الرأي والذي استشارها هو من أقرباء أخوها وهو يعني رجل له خبرة في الحياة وكان معلم ومدير مدرسة فاستشارها رغم الخبرة والعلم الموجود لديه فكان هذا الرأي هو السديد سبحان الله مع أنه بمكانه يستشير مهندس ولكن هذا الرأي هو الذي قام به ثم سبحان الله الله سبحانه وتعالى يصل له في هذا المر فهنا هذا من التوقير و من الاحترام و من التقدير الذي قام به فهنا نتمنى وهذه دعوة يعني للأبناء والبنات يعني يقدروا الكبير حتى لو أنك تزوجت وأصبح لديك أبناء سوف تشعر بما يشعر به الكبير حينما يكبر أبناءك نعم بارك الله فيكم دكتور يعني ننتقل إلى شريحة قد يكون يعني إذا حصل مشاكل لا قدر الله الجيران إذا حصلت و هناك مواقف بسيطة قد تحصل بين الجيران لكن قد تمتد سنوات و قد يعني يعني يعلن بيع البيت و يخرج من الحي كامل كيف يعني يصبح هناك آلية محددة في حل هذه المشكلات مع الجيران مهما ذهبنا يمينا أو يسارا نعود إلى مصدر القرآن الكريم والسنبوي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث جبريل يوص النبي صلى الله عليه وسلم بالجار إذن هذه همية أظمه همية كبيرة جدا الجار مثل الأخ مثل الصديق مثل القريب البيوت متلاصقة لا يفصل بينهم إلا جدار عملية أنني أؤذي جاري ما الذي سوف تستفيد يقول لأحد الرجال يقول اشتريت لي شقة تمليك و كان مبلغها غالي جدا و جلس أجم حتى أخذت هذه الشقة و سكنت في تلك العمارة و بعد أن أثثت البيت و آتايت بأسرتي و جلست الشقة التي مقابل بالضبط رجل و العياذ بالله يتعاطى فيقول طوال الليل لا ننأ و طوال النهار نحن في أعمالنا فيقول لا نرتاح لا ليلا ولا نهارا يقول أطردت أن أخرج من هذه الشقة و أبحث عن شقة أخرى أستأجرها أجر و هي هذه ملك يقول لا ما أستطعت حتى أسرتي لم يرتاحوا أبدا حدثنا هذا الجار و قلنا يعني لعل الله سبحانه وتعالى يهديك و تقلع عن هذا الأمر لا والله هذا بيتي و هذا شقة و أنا حر أنا أسوي اللي أبغى تواصلوا مع الجهات حاولوا فيه تم القفض عليه أكثر مرة و عاد مرة أخرى مثل هذه الأمور و هذه المعاناة قد يكون من الصعوبة أن تقوم بحلها مباشرة لكن نقول أن الجار إن كان لديك أنت احترام و تقدير سوف يؤثر ذلك الاحترام و التقدير حتى لو بعد فترة على ذلك الجار و نعرف قصص كثيرة كثير من الجيران يرى أن التنازل البسيط عن موقف سيارته أو عن مثلا جزء بسيط أمام المنزل يرى أن هذا شيء كبير والله أنا أذكر في أحد الأحياء أحد الجيران وضع سورا من الأحجار على محاطم ببيته ما يريد أي سيارة أن تقف وهو لديه سيارة واحد ولكن البيت يحتمل أكثر من عشر سيارات فلا يريد أحد أن يقف و كلما أحده يعني وقف السيارة يقوم هو يعني بإفراغ الهواء من الإطارات هذه من الأمور التي لا تعرف هل تضحك و إلا تحزن و إلا تحدثها الجار و بعض من الجيران يقول والله أنا بيتي مفتوح لجاري و الله إذا حدثت مناسبة الرجال عندي و النساء عنده أو العكس يقول بيتي مفتوح لجاري و إذا أحضر أي شيء من السوق يقسم لجاري إذا أحضر هدية يعطي لجاري إذا ذهب جاره في أي سفر أو أي مكان يقول أنا بيتك في عودته و في أمانتي هذه الجيران التي تنمي هناك أمثلة يعني رائعة كثيرة في هذا الجار كثير جدا و بعض الجيران لا والله يعني تراه مؤذي في أهله و مؤذي لجيرانه فإذا كان مؤذيا في أهلي فأولا يكون مؤذيا لجيرانه نسأل الله أنه يصلح يعني ما بينه وبين أهلي لعل الله يصلح ما بينه وبين جيرانه اللهم أمين كذلك دكتور ننتقل إلى الأقارب يعني هناك الآن مع يعني استخدام التقنية لكن ما زال هناك في بعض يعني هناك مشكلات ما بين الأقارب و الأسر بشكل خاص إذا سمع مثلا خبر قال عني فلان كذا وهو هكذا يعني يغضب أو تحصل مشكلة أحيانا أنه مثلا رأى رسالتي و لم يرد عليها فيزعل أو يسبب مشكلة لماذا لم تزورني لماذا لم تتصل بي يعني على هذه الشاكلة كيف يتعامل الإنسان مع مشكلات من هذا النوع مع الأقارب الأقارب قد يكون التعامل معهم حساس جدا حكم صليت الرحم والقرامة فيما بينهم غالبا تأخذ شيء من الجانب الشخصي أو من الجانب الدورة الاجتماعية والمكانة الاجتماعية وأذكر أنه هناك مشكلة حدثت يعني مع أحد الأشخاص كان السبب فيها أحد الأبناء هذا الابن أو أحد البنات طبعا هذا البنت تحدثت أو تلفظت على أحد أقاربها و لم تتدخل الأم لم تتدخل أبدا و كان من الأولى أن الأم تقول لهذه البنت لأبنتها أنه ما قمت به خطأ ولكن لأنها تحب ابنتها كثيرا و لأنها ترى أن فيها قيمة مثالية عالية فلم تسعى تلك الأم لحل المشكلة مع ذلك القريب مما سبم مشكلة بين القريب وهذه الأم والسبب البنت البنت أصبحت مبسوطة وتذهب وتأتي كما تشاء و المشكلة بين الكبار و كان هذا الرجل يقول أنا أريد من يتدخل لإقناع هذه الأم أن تكون هذه البنت فقط اعتذار و لكن الأم لا تريد الاعتذار بناء على رغبات ابنتها هنا هذه الآلية و هذه المشكلة التي حدثت بسبب أن الطواعية التي تأخذها الأم للبنت و تسير وفق معطياتها أو تفكيرها يجعل هذه البنت تقول والله أنا رأيي مقدم على رأي والدتي و رأيي أثر حتى على قريبنا مع أن هذا من قطع الرحم فما يحدث بين الأسر و بين الأهل من تدخلات و لعلي أكثر الأمثلة ما بين أسرة الزوج و أسرة الزوجة التدخلات التي تنبيه فيما بين فنقول الأفضل هو أيضا فابعثوا حكما من أهلي و حكما من أهلها إذا كان هناك مشكلة تتعلق بالزوجين قد يكون فيها انفصال أو طلاق أو شيء لا يقدر الله من هذا الأمر و لكن عملية المفاهمة و خاصة بين الرجال بين الأب و أبو الزوج و أبو الزوجة أنا أرى أن هذا هو أفضل خطوة مبدئيا للحل فيما بينهم يلتقون في مكان خارج الأسرتين و يتحدثون في الحلول المشتركة و ليس كل منهم يدافع و يرفع الرأي و يقول أنا صاحب الحق و أنت لست صاحب و أنت الغلطان و أنت الغلطان و أنا بنتي معها حق و ولدي معها الحد لا ليس بهذا الشكل إنما يلتقون في منطقة يعني ليست في أسرة الزوجة و أسرة الزوجة و يتفقون على أن يكون هناك حل يرضي الطرفين هذا هو الأفضل لأنه هو يسمى رب الأسرة ثم بعد ذلك يبدأ المفاهمة مع الزوجة زوجة أبو الزوج و أبو الزوجة يتم التفاهم معه طب دكتور في حالة النزاعات المالية سواء كان ميراث أو تجارة معينة إذا كانت هناك نزاعات مالية بين الأقارب أو بين الأشخاص بصفة عامة كيف يكون التعامل مع هذه المشكلات؟ هي النزاعات المالية بين الأقارب أو في الأسر إذا كانت مبنية على الأهواء الشخصية فلن تنتهي و إذا كان ردت إلى الأحكام الشرعية و أيضا الآن وزارة العدل تقوم بآليات واضحة لتوزيع مثلا الأموال و الميراث و غيرها هذه مناسبة جدا لحل النزاعات اجعلوا طرفا خارجيا يقوم بحل النزاعات أو اتفقوا داخليا على حل النزاع ولكن احذروا أن يكون الاتفاق الداخلي فيه ظلما لأحد لماذا لا يكون الاتفاق الداخلي بين أفراد الأسرة إذا مثلا على الميراث أو توزيعها لماذا لا يكون وفق الشريعة الإسلامية؟ بدل أن ندخل فيه وزارة نقوم نحن باستشارة رجل مختص في هذا الأمر أو الرجوع إلى الكتب التي وضحت عملية التوزيع و التقسيم أو أننا نسأل أهل العلم و الإختصاص في هذا الأمر و نقوم بحلها وديا كاتفاقية بين الأسرة أو اجتماع بين الأسرة و نقوم بحلها وديا بدون اللجوء إلى الشكاوي بدون اللجوء إلى المحاكم بدون أن يكون هناك نزاعات و غيرها ولكن لما يكون هناك النظر الشخصي حضوظ النفس أنا أريد والله أن أستأسد بنصيب الأسد الأكبر أن أخذ النسبة الكبيرة من الأموال و البنات مثلا يأخذ نسبة قليلة أو أنا هذا أخي الصغير يأخذ نسبة بسيطة يعني على ما يكبر يكون و أنا أخذ النصيب الأكبر لا الأمر يكون حله كالتالي إما أنه يذهب فيه إلى الجهات المختصة و تقوم بحلها يعتبر كطرف ثالث بعيد عن الأطراف المتواجدة أو طرف خارجي أو يقومونهم بالاتفاق بناء على استشارة أحد الأشخاص هذا هو الأفضل بحل النزاعات و إذا كان لا يرضون بالحل الأول ولا الثاني يقومون بإدخال الشخص هو يقوم بإدارة هذه المشكلة و لكنها لا تبقى هكذا لأنها سوف تستمر إلى سنوات طويلة لأنها قامت على هوا الشخصية نعم بارك الله فيكم طيب دكتور ننتقل إلى صعيد العمل و المؤسسات و الشركات إذا كانت الشركة تتبنى قيم معينة و من ضمنها قيمة حل المشكلات سيكون وضع المؤسسة سليم بحيث أن لو ظهرت مشكلة داخل المؤسسة أو خارجها هناك آليات محددة لكيفية التعامل معها نتحدث عن بيئة العمل و خصوصا الوظائف كيفية التعامل مع حل المشكلات في بيئة العمل أولا أنا نصيحتي للشركات و المؤسسات الحكومية أن يقومون بشيء ما يسمى بتحليل الاحتياجات وتحليل الاحتياجات يقوم ثلاثة مسارات تحليل احتياجات الموظف وتحليل احتياجات الوظيفة وتحليل احتياجات المؤسسة أو المركز أو المعهد أو المستشفى أو الدائرة أو أي أن كان أي منشأة هنا الوظيفة أو الموظف سيكون لديه احتياجات و لديه مشكلات نقص الاحتياجات يسبب مشكلات وأيضا هذه نقص الاحتياجات التي تسبب مشكلة للموظف سوف تذهب إلى الوظيفة إذن هذه الوظيفة بحاجة إلى أن هذا الموظف يقوم بتلبية تلك الاحتياجات حتى يقوم بأداء الوظيفة بالشكل المناسب و على الوجه المطلوب إذن هذه الوظيفة بحاجة إلى أن يدخل فيها هذه الأنظمة توصيف وظيفي معرفة لوائح وأنظمة إجراءات كل هذه الأمور لابد أن تكون واضحة أيضا هذه المنشأة ما الذي تخضع له تخضع لوائح وأنظمة تخضع تحت إشراف من الآلية اللائحة التنفيذية اللائحة التنظيمية الدليل الإجرائي هذه كل الأمور لابد أنها تكون نصب لك خطوة أولية الخطوة الثانية أن يكون هناك ما يسمى بعلاقات الموظفين وهذه أنصح بها دائما في الشركات في المؤسسات الحكومية الأهلي أن يكون هناك قسم اسمه علاقات الموظفين علاقات الموظفين فيما بينهم وأيضا علاقاتهم الخارجية فيما يتعلق بمشاكلهم الأسرية مشاكلهم الاجتماعية مشاكلهم الصحية يسعى ذلك القسم لحل تلك المشكلات كان وحدهم مثلا لديه مشكلة مع الأسرة أن الأسرة أصيبت مثلا الأم بمراض وأصبح هذا الرجل يتأخر عن العمل إذن يقوم ذلك القسم بحل المشكلة كانت المشكلة أنه يحتاج أنه ينقل إلى مكان آخر ولكن المدارس التي سينقل لها هذا الموظف لأنه احتياجه في فرع آخر للشركة أو المؤسسة أو غيرها تقوم هذه العلاقات بأيضا مساعدة ذلك الموظف لحل مشكلة دخول أبناء إلى المدارس أيضا المؤسسة واجهت مشكلة في عملية إدارة مواردها أو إدارة ما تقوم بمنخدمة للمجتمع هنا تبدأ علاقات الموظفين بالتوجه إلى الجهات الأخرى ما الذي يمكن أيها الجهان تقدمه لمؤسستنا لمنشأتنا لحل هذه المشكلة مبادرة مجتمعية كان عقد شراكة عقد مذكرة تفاهم هذه الأمور من أساسيات حل المشكلة فهي لا تقوم على حل فردي هي تقوم على آليات محمدة وعمل جماعي وعمل مؤسسي نعم برطة لعلنا دكتور نختم في آخر دقيقتين من عمر الحلقة كيف نعزز هذه القيمة حل المشكلات في الأبناء بحيث أنه يستطيع الإبن أن يحل مشكلته في مرحلة من المراحل أو يتعامل معها التعامل السليم هو حل المشكلات نحن نتكلم عن الأفراد بشكل عام نعم وعن الأسرة بشكل خاص حل المشكلات لابد أن الإنسان أولا يقرأ ويطلع على مفهوم المشكلة أسبابها طرق الحلول المختلفة بعض النظريات وبعض التجارب التي وضعت حل المشكلات قراءة القرآن الكريم والتفسير قراءة السيرة النبوية ومعرفة المواقف التي كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم في كتب كثيرة تعاملهم مع الأولاد تعاملهم مع الأصحاب تعاملهم مع زوجاتهم كثير من القصص تحكي مشكلات كيف كان يتعامل النقطة الثالثة أن يكون هناك مجال للتجربة ومجال للسماح بالخطأ إذا قام ابنك بعمل خطأ لا يمنع يتعلم من هذا الخطأ ولكن من أول خطأ يعاقب لن يتعلم فيجعله يحاول مرة أخرى اجعله بعض المواقف اختبره في بعض المواقف حتى يستطيع أن يقوم بحل المشكلات ولا فقط أنه والله أي مشكلة يلجأ إلى الوالدين ويصبح لديه آلية من الاتكالية على أنه والله أي مشكلة أتصل بالأب أتصل بالأم أتصل بالمدرسة لا بد أن يكون لك آلية في التعامل الموقفي في لحظتها ثم بعد ذلك تقوم بالخطوات الأخرى نعم بارك الله فيكم و جزاكم الله خير مشاهدين الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور عبدالعزيز الحسن المختص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية ونشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم ترجمة نانسي قنقر